بداخل محل بمدينة عين الدفلة يقضي عز الدين وزملائه أوقاتهم يصلحون مكثفات الأكسجين المتعطلة والتي أصبحت المطلوبة رقم واحد بالولاية في مبادرة مجانية أطلقها فضاء خدماتي كنوع من الدعم نتلقى كل يوم يحتال خمسة ستة أعطال في هذه المكثفات الأكسجين ما عندناش للأسف حتى فلاصة ونيدلو فيها لصرفي سابريفون لهذا احنا مؤسسة خدماتي اقترحت لكمل بارتونرتها في كم الولايات أنها تقدم المساعدة في هذا الأمر يعني الريباروهم مجانا جينا لنا خدماتي قالونا بلهم يخدموا بزاقرة الأكسجين ربي جازيهم على كل حال رمقا يمين بالواجب جبت لهم لفارة يخدموا على نهل بعد عملية تعقيم الجهاز المستلم ينطلق الفارق في تصليح الأعطاب مباشرة والتي تكون معظمها جراء أخطاء في الاستعمال إضافة إلى تنقلهم في مرات عديدة لداخل مصلحة كوفيد من أجل إصلاح أجهزة المرضى آنيا وفوريا يعطينا البرودويتا ونعقمه قدامه ويشوف من المرة ثانية ندخل البرودويتا عندنا نلقى ديبان أكا نقوله الماليوزاج بزاف الماليوزاج مام الفيلتر ما همش ديسبانيب لنا في المارشي الفيلتر تاها الكنسنتراتر ما كاش دونك إحنا إلا نعيوش نديرو نشغل نخدمهم خدمة خدمة واحدة أخرى باش خدهم يمشوا إن شاء الله هم شباب رفعوا التحدي لإصلاح أجهزة حساسة تمثل رئة جديدة لمستعملها وبإمكانيات وتقنيات تعاوض غياب قطع الغيار اللازمة والهدف إنقاذ ماريض أصبح لا يرى من الحياة إلا جرعة أكسجين شكرا